النهاردة رامي عباس وكيل او مدير اعمال محمد صلاح قال ان اصابة محمد صلاح كانت اكثر خطورة مما كنا نعتقد في بدايتها وهيغيب لمدة 21 يوم الى 28 يوم وليس مباراتين فقط افضل فرصة للمشاركة في كاسي الامر الافريقية الحالية هي الخضوع لعملية التأهيل بشكل مكسف في انجلترا والعودة للمنتخب مجددا بعد كده منذ لحظات اصدر ليفربول بيان رسمي لسه حالا نازل دلوقتي بيقول فيه التالي سيعود محمد صلاح الى مركز تدريبات ليفربول يوم الاربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكسف مع الجهاز الطبي ليفربول بشأن الاصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الاسبوع الماضي الاصابة كانت اسوأ مما كان يخشى في البداية وهي التي اجبرت المهاجم على الخروج من الملعب في الشوت الاول من مباراة كاسي الامر الافريقية امام غانا وتم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد المصري لكورة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول وهيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته الى ليفربول بهدف العودة الى الملاعب في اقرب وقت ممكن للنادي وللمنتخب مما يمنحه افضل فرصة للعودة للمنافسة في كاسي الامر الافريقية حيث تأهلت مصر للدور القادم في مرحلة خروج المغلوب بالتعادل اثنين اثنين مع رأس الاخضر الليلة بالمناسبة حاجتين مهمين جدا حاجتين مهمين جدا اول حاجة اول حاجة بيان النهاردة اللي طلع من نادي ليفربول ده اللي كان اتفاق مع الاتحاد المصري لكورة القدم وده اللي انا قلت لحضراتكم امبارح اللي هو ايه من ليفربول والاتحاد الكورة كانوا ماتفقين انه البيان هيطلع بعد مباراة كاففيردي واللي عمل الازمة مبارح هي تصريحات يورجان كلوب في المؤتمر الصحفي اللي قال فيها الحكاية قبل ما تطلع او قبل ما يطلع البيان من جانب ليفربول ومن جانب اتحاد الكورة المصري ده اللي خلى اتحاد الكورة المصري يعني يعجل من صدور البيان مبارح والتحاد الكورة رغم انه الاسهل دلوقتي ما انت كارين بتدفع محمد صلاح تم تروح تهاجم بقى اتحاد الكورة وبرده اتحاد الكورة كان عامل اتفاق مع نادي ليفربول ووضح ان نيورجان كلوب هو اللي اخلي بيه وليفربول التزم بيه اتحاد الكورة كان وجهة نظره ان احنا مش عايزين نعمل بلبلة قبل مباراة كاففيردي وده كلام منطقي ومحترم وما كنتش هتمنى ابدا ان نباراة تحصل بلبلة دي كلها كان حلو ان اجلها بعد مباراة كاففيردي بس اللي حصل فالموضوع ابسط مما راح لسجك غريبة جدا راجل اصابته مش هينة الاصابة العضلية اللي عند محمد صلاح مش هينة وقلت لكم امبارح ان اعطار طقي لفكرة انه ممكن يبقى عنده مزق من الدرجة الاولى هتقول لي تم يتعالج هناك في كود دي فار لو تعالج محمد صلاح في كود دي فار ما هي في المية مش هلعب ولا مباراة في كاس الوامر الافريقية تاني وده اللي انا سألت لي بيه جهاز طيب والناس في المنتخب في كود دي فار ليه لا الاشعاة ولا الاجهزة ولا الامكانيات تستطيع تأهيل محمد صلاح سريعة للمشاركة في اي مباراة في كاس الوامر الافريقية يعني لو صلاح قعد في كود دي فار فمؤكد مش يلعب ولا مباراة لو صلاح سافر ليفربول ففي احتماليا انه ممكن يلعب اخر مباراة لو قدر لمنتخبنا انه يشارك في السيمي فاينال وفاينال هذه البطولة ان شاء الله ايهما افضل بالنسبة لك بزكاء وبهدوء ان محمد صلاح يقعد مع المنتخب عشان يدي دعم معنوي ولا ان محمد صلاح يرجع للمنتخب يشارك في المباراة معنويا وفنيا وبساطة شديدة بدون بقى ما نقعد نروح يمين والشمال ونقعد نلف حوالي نفسنا تاني هل يكفيك ان محمد صلاح يعطي لمنتخب مصر معنويا فقط انه يقعد معاهم بس عشان لايه يقعد شجع لايه والله رجالة عايزين ننزل نكسب انا كابتن المنتخب يلا ما وقته نفسكو ولا يسافر ليفربول يتعالج بسرعة باجهزة وامكانيات حديثة عشان يلحقنا لو قدر لنا الله ان احن نلعب نصف نهائي وفاينال ويبقى موجود معانا واحد ييجي يقولك موعة كريم ما احنا ممكن نلعب من غير محمد صلاح عادي طبعا طبعا بس اقول لي كده لما تجي تلعب مع السنغال في نصف النهائي بكتيبة النجوم دي يا رجل مش تحتاج محمد صلاح بعمانة يعني ولو انت مش فاهم انه محمد صلاح يبقى مهم في حاجة زي كده يبقى الترتيبة الفنية عندك في الملعب فيها مشكلة طيب لما نلعب مع الفاينال ان شاء الله نلعب مع المنتخب المغربي بإذن الله يعني ربنا يكرمنا ويكرمهم مش تلعب محتاج محمد صلاح معلش يعني لو هتلعب في اي مباراة اصل هتلعب محتاج محمد صلاح صغيرة بقى كبيرة منتخب صغير منتخب كبير فقال لك ما يسيبش المنتخب وهو كابتن هو قائد ازاي يسيب المنتخب اه يعني مش قائد منتخب مصر عايزينه بصورته بهيقته ولا عايزينه يشارك في المباريات برضو الواحد بيتطرق اسفا بقى انا كم يوم كده بنتكلم في اللوقة ايه في اللا منطق و بنحاول بنحاول لمنطقه ازاي يعني بنا يكرمنا ان شاء الله بإذن الله ربنا يعافي صلاح ويشفيه فأسرع وقت ممكن بإذن الله يلحقنا في البطولة وعشان يلحقنا في البطولة في ستة وعشرين راجل في منتخبنا بإذن الله يوصلون لحد المباراة النهائية ويجي محمد صلاح يساعدهم ان هم ياخدوا البطولة مش هم اللي هيساعدوا محمد صلاح صلاح يساعدهم هم ياخدوا البطولة يساعد معاهم تاني ده مش منتخب محمد صلاح زي ما هو قال ده مش منتخب محمد صلاح ده منتخم مصر كل اللي فيه رجالة وكل واحد احنا محتاجينه الشناوي بالمناسبة خرج النهاردة المباراة ووضح انه فيه مشكلة في دراعه وربما نخسر محمد الشناوي كمان ما تبكى في البطولة فالامور والصعوبات كتيرة الباقي رجالة ابو جبل راجل والباقيين رجالة كلهم رجالة ان شاء الله يشيلوا بس دي العناصر الأساني المنتخبنا عما لا توقع واحد وراء الثاني فربنا يسرع علينا ان شاء الله يعني خير يعني يجي حد يقولك ايه يا جماعة انا انا ما بتجننيش غير الجملة اللي هايدي يقولك ايه ده بيطبل لمحمد صلاح ده بيطبل لمنتخم مصر يا حبيبي يا فندم محمد صلاح ده لا يا منتخم مصر يا فندم منتخم مصر ده بتاعنا كلنا انا مش بجامل النادي الاهلي مش بجامل نادي الزمالك مش بجامل نادي بيرامدز احنا بنتكلم كويس وبندعم ونساند منتخب بلدنا بلدنا منتخب مصر لما بندعم ونساند محمد صلاح بجانب كل ما قدمه لكرة القدم المصرية والرياضة المصرية واسمه مصر بشكل عام دي فعلا ده ان هو واحد من لعيب منتخب مصر في طبيعي نسانده وندعمه ايضا حاجات غريبة الله بتبقى شليها تفسير بس تمام وبعدين بالمناسبة يعني محمد صلاح نفسه قال ان هو ما بيسمعش يعني ما بيسمعش الاشادات ولا بيسمع الانتقادات يعني الخناق بيننا وبين بعضين ما فهم انت يعني اللي بيدفع محمد صلاح واللي بيهاجب محمد صلاح احنا شغلين مع بعض هو ما روش دعوة وطبعا بقى ايه في الاخبار اللي هي من نوعية ايه تعال انجود بقى محمد صلاح عايز يعتزل دوري جبتها منينا باش مين لقى الهالك اصلا دي مش شخصية محمد صلاح بالمناسبة يعني انا اظن محمد صلاح لحد ما يعتزل نهاية مش هيعتزل دولة دي مش شخصيته يعني مش شخصية الهروب ده والزعلة والامس والكلام ده فجبتها منين مصدر حضرتك هل كلمت محمد صلاح فقال لك انا بص انا والله الوضع مش عاجبني فانا انا واعتزل دولة خالص شوف انا باكدها لك مليار في المية انا ما حبش هرايا على خبر يعني دايما ايه دايما بقول ايه يسين مساحة لعلة وعس بس انا بقول لك مليار في المية صراح مش هيعتزل دولة دي الحكاية دي الحكاية من الاول للاخر واحد من نجوم منتخبنا النهاردة اه حمد فتحي مش النهاردة بس يعني ايه نعم خرج الشوية تاني بس خلاص الراجل استنزف تلت مباريات هجماعة الوضع هناك في كود ديفوار في منتهى الصعوبة كل مسأل حد يقول لي احنا في سونا سونا حرارة وارتوبة ونفس موضوع صعب صعب جدا على كل المنتخبات مش منتخب مصر برضو زي محمد صلاح قال قال لك على كل مش عينينا احنا لوحدنا بالصعبة يعني